أشترك أنه لا إلاها إلا الله وأشترك أنه محمداً رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تكونوا بخير دايماً أعزائي أنا هكلمكم عن واحد مسلم إسلام جديد دخل في الإسلام ما شاء الله عليه بعد ما كان ملحد هو قبطان طائرة من مطار بارونول في روسيا لما الطائرة أقلعت محملة بركاب بجنسيات مختلفة بينهم مسلم واحد وعندما ارتفعت الطائرة إلى طبقات السماء العليا تعطلت محركتها وبدأ يختل توازنها والناس شاصخت أبصارها تنتظر الموت منهم من تعالت صرخاته ومنهم من أصابه انهيار في تلك اللحظة رفع المسلم يديه إلى السماء وقال اللهم يا من لا تضيع ودائعه استودعك الطائرة ومن عليها وفجأة وبدون أي سبب ظاهري عادت المحركات للعمل واستقرت الطائرة وأكملت رحلتها وهدأ الركاب حتى وصلت الطائرة إلى وجهتها وهبطت بسلام يا سبحان الله لم يستغرب الكبطان من تعطل المحركات فهذا أمر قد حدث كثيرا في تاريخ الطيران المدني لكن ما أزهله واعتبره حدثا فريدا من نوعه هو عودة المحركات للعمل بعد تعطلها وبدون سبب معروف ذلك ما أصار فيه جنون الفضول فأصر على دراسة الوضع للوقوف على حقيقة الأمر فقام على وجه السرعة بتشغيل كاميرات المراقبة داخل الطائرة فماذا رأى؟ رأى جميع الركاب وقد أصابتهم استيريا الهلع والخوف من الموت فيما عدا الراكب المسلم فقد رأاه جالسا وفي منتهى الهدوء ورافعا يديه إلى السماء ويتمتم بكلمات ولاحظ أن عودة عمل المحركات قد تزامنت بالضبط مع لحظة إنزال المسلم يديه وانتهاءه من التمتمة فجن جنون القبطان وذهب إلى الركاب يسأله إلى الراكب المسلم يسأله ما الذي كان يقوله عندما رفع يديه فأجابه الراكب لقد علمنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله وصحبه أجمعين أن كل من استودع عند الله عز وجل أي شيء فإن الله يحفظه له ولو كان كافرا فضلا عن إن يكون مسلما وأنا خطبت ربي واستودعت الطائرة وكل من عليها عنده وأنا على يقين بأن الله سيحفظها ده كان سبب هدوء المسلم تأثر الكبطان من هذا الكلام تأثيرا شديدا لأنه خد درس عمل قدامه ومن فوره أعلن إسلامه بعد أن كان ملحدا الحمد لله لن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون اشتركوا في القناة